بين الفقر والعشوائيات ومخيمات النزوح يواصل قسم كبير من العراقيين حياتهم في شبه وطن تعب أو يكاد من آهات أبنائه أكثر من 6 ملايين مواطنين يسكنون العشوائيات بحسب لجنة خدمات والأعمار النيابية وضعفهم يعيشون تحت خط الفقر في العراق يعانون حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشكل سلبي على حياتهم تزامنا مع أزمة اقتصادية وشحن في الرواتب بسبب الفشل الحكومي بإدارة البلاد ورطق الفساد الذي أصرت الأحزاب الحاكمة على اتساعه أكثر فأكثر وسط حملات حكومية لمكافحته لم تتعدى أن تكون دعاية في مهب الريح أربعة ألاف منطقة عشوائية في العراق تلوك الفقر والحرمانة تتبغداد على رأسها بأكثر من ألف منطقة عشوائية ثم البصرة بسبعمائة منطقة وغيرها من المحافظات القاسم المشترك بينها انعدام التنمية المستدامة وغياب فرص العمل مع أغراق الميليشيات وقادتها تلك المناطق بالمخدرات القادمة من إيران وما دعوات البنك الدولي لإنقاذ هذه الفئات الأشد هشاشة في المجتمع العراقي يظهر أن لدى الحكومة في بغداد خطة أخرى باتجاه تجريف تلك المناطق العشوائية وتهجير أهلها كل ذلك تحت ستار قانون العشوائيات وفرز الأراضي تمهيدا للسيطرة عليها من قبل الأحزاب السياسية تلك التي طاردت أيضا الباعة المتجولين أو ما يعرف بأصحاب البسطيات ثم ما لبيثت أن استخدمت العنف لفض اعتصام حمالة الشهادات العليا في بغداد في مشهد استفز العراقيين هذا التضييق المستمر بحسب تقارير صحفية وحقوقية لن يجلب إلا مزيدا من عدم الاستقرار والفوضى في العراق بينما تبدو التظاهرات التي بدأت تأخذ شكلا أكثر تنظيما منذ اطلاقها في تشرين الأول عام 2019 تؤكد أنها هي الحل المتبقي للعراقيين لخلاص وانعطاق من نظام سياسي لا يزال يريد إعادة تدوير شخصه وإبقاء البلاد في دائرة الفقر والحرمان ترجمة نانسي قنقر